الدائمين معي في بيت الحكمة كما عودوني وهم سامحين لإننا نبدأ بضيوفنا ثم نعود إليهم ناخد أراضي فأبدأ مع أخوي الأستاذ عوض الهجلة الله يصبحك بالخير أخي عوض والله هذا الموضوع أشكرك عليها أبو عبد الله الحقيقة فعلا هو حديث الساعة الآن ومعظم مع طفرة التواصل الاجتماعي هبة الهبة هذه مع كل الناس فكل يتبع كل له إمامه لكن خلنا نحلل الموضوع تحليل منطقي بسيط فضل ونقول هؤلاء المشاهير هؤلاء الشهرة باب رزق ما نختلف في أن الشهرة باب رزق باب يعني مثل الدكان المفتوح كل يعرض بضاعته لك خلنا نشوف ليش هذا المشهور صار مشهور إذا كان ما عنده محتوى هو أصلا جزء من نسيج المجتمع المجتمع هو إذا ما يقول لك كما تكونون يولى عليكم أيضا كما تحبون يشتهر من تحب فهو يمثل سلوكياتنا هذا اللي ظهر مشهور لنا يتحدث بعفوية يتكلم بيقوم بعمل بعض الأشياء اللي حنا نسويها ونحبها في حياتنا فبالتالي وهذا رسالة أيضا تلفزيون للواقع لأن الناس تتبع ما تحب تتبع تحب تشوف صورتها بدون رتوش على الطبيعة بدون تكلف بدون تكلف على الطبيعة لكن يجي دور اللي يشتهر بعضهم اشتهر بدون قصد يعني قدرة أن الناس حبوه وهو ينحب فعلا لكن ينحب ليش هل لأنه عنده محتوى متميز وجديد ولا لأنه يمثل ثقافة لنا يمثل لنا نوع من العادات يمثل الشخصية الكاريزمة اللي حنا نحبها صار عليه مسؤوليات الآن من يوم أصبح مشهور وأصبح يتبعه ناس وأصبح هو شريك في المجتمع لازم أنه يعرف حجم الأمانة والمسؤولية شكرا أزاك الله خير حجم المسؤولية والأمانة اللي على عادكم فالناس اللي تتابع ذولا من الواجب عليه أنه يوصل لهم رسالة بشكل أو بآخر بأي طريقة يوصلها بنفس الطريقة والمحتوى اللي يحبوه من خلاله وهذه فرصة له فرصة مكنها الله فيها أن الناس عنده شريحة يسمعونه الآن كل الناس تبحث عن منبر حتى يصلوا للآخرين ومواقع التواصل أمنت منابر وقنوات فضائية في الجيب صدكت فكل يقدر يعمل قناة على اليوتيوب أو على المواقع المختلفة فلذلك هذه الشهرة لا شك أن الإنسان مؤثر في النظرية العلمية يقول لك أن كل شخص يؤثر في خمسة أشخاص في محيطه كل إنسان في العالم أقل شيء خمسة أشخاص يؤثر فيهم بمعنى أنهم يقتدون به أو يسمعون الطرح اللي يطرحه وينفذونه أو يلتزمون بما يلتزم به وبالتالي المشهور ضربها في عشرة ضربها في مئة حجم اللي يؤثر فيهم ملايين ولا ملايين أحيانا فبالتالي لازم أن تكون عنده أمانة الكلمة أمانة الفعل أمانة القدوة يحاول أنه يستغل لها فرصة لكسب المزيد من الحسنات ونشر المزيد من الأثر عند الناس قدر أنه وضع في هذه المكانة عليه أن يستثمرها كما يستثمرها في الدنيا ويعمل إعلانات ويعمل كده أيضا يستثمرها مع الله سبحانه وتعالى فينشر الأثر أو يخلط أوجه البر في المجتمع يدعم الحالات الإنسانية ومن هذا القبيل والمؤثر الإنسان قبل شوي تكلمنا وإخواني لما كنا في غرفة الانتظار ويقول أن كل إنسان ما هو لازم أني أكون ابن رئيس أو ابن أمير أو ابن شيخ قبيلة أو كذا حتى أني أكون لي مكانه وتأثير أنا أستطيع بما لدي من محتوى ومعرفة وعلم أبنيها أو أتعلمها أو حصلت عليها من خبرة الحياة أني أضع لي مكانه وأكون مؤثر في هذا المجتمع من خلال نشر بعض الأفكار ولو كانت بسيطة لكن لها أثر متراكم من خلال القدوة والإنسان يعني يستطيع أن ينكل أشياء بسيطة لكن يحاول أن تكون متجددة أو متميزة حتى الناس تتلقى وتكون بسيطة سهلة الهضم يعني يأخذونها الناس ببساطة مثل سلوب أبو صالح يقدم المعلومة عبر القصة أو الإخوان الذي يقدمها عبر إنشودة أو عبر موقف حصل أو عبر رواية مثل الراوية منيب يعني هذه الأشياء هذه وسائل توصلك للآخرين عبر قوالب سهلة يحبها المجتمع اترك نفس الطرق ووصل رسالتك بطريقة ليس بضرورة تكون مباشرة وأيضا لا تكون مفرطة المؤثرون في الدول الأخرى في الدول الغربية يتدربون ويعملون سيناريوهات ويكفون على المسرح مرات ومرات ويقدمون نفس المحتوى وبنفس التأثير ولكن الجمهور متجدد في كل مرة يسمون مؤثرين وبشرط يسمون مدربين هو الظاهر يا أخي عوض يقول لك الفرق بين المشهور والمؤثر المشهور هو ليس شربي فعل سواء قبيح أو إيجابي أو سلم والمؤثر هو الذي يترك أثر في نفس المسرح يترك أثر حسنت فبعض الناس يقول أتمنى أن أكون مؤثر ولا أكون مشهور ولا لا أحسنت نعم صحيح يعني أنت متفق معنا الآن أن هناك ظاهرة عند بعض الأشخاص ليس كل أحسنت 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 أهلا لو سلامتكم التعطير فيه إيجابي وسلبي صحيح ولا إيجابي صحيح الدكتور عبدالهادي